يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً له اليوم لمتابعة آليات التنصيق مع الحكومة الجديدة لتنفيذ توصيات الحوار وكان المنصق العام للحوار الوطني ضياء راشوان قد أوضح أن مجلس الأمناء سيكتمع لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنصيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال المرحلة السابقة وفي هذا الإطار سيكون من بين أبرز التوصيات والمطالب التنفيذية بشكل عاجل لمشروعات قوانين انتخابات مجلسي أنواب والشيوخ والتي ستحل بعد نحو عام تقريباً وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد